المترجم للقناة قبل التطرق إذا سمحت الإجابة لا بد الإشارة إلى القانون الإطار الذي جاء في 2018 القانون رقب 15 قانون الإطار لقوانين المالية هذه السنة الثانية التي يعتمد فيها يعني بعد خمسة سنوات من التحضير جاء القانون المالية لسنة 2025 يرتكز أساساً على عدة محاور أذكر منها ثلاثة محاور أولاً الجيبايا ثانياً كل ما يخص الميزانية وثالث حاجة هي رفع قيمة الدينار الأمر الأول فيما يخص قوانين الجيبايا هناك عدة مواد جاءت بدون رفع أي غرمة جديدة أي ضرعب جديدة على المواطنين ولكن تحسين مستوى المعيشة يعني في مجمل جاءت ثاني عدة مواد شخصياً أتأسف أن تكون في قانون المالية وإنما حب ذلك أن تكون في الشريع العام كبعض قوانين تخص الجمارك وقوانين تخص الأملاك الوطنية فيما يخص الميزانية الدولة لـ 2025 المحافظة هناك خمسين محافظة بما فيها ثلاثة وثلاثين محافظة تابعة للوزارة النسبة الكبيرة التي استوفت لوزارة الري وتليها وزارة السكن مما يجعل أن الدولة ما زالت في بناء البنية التحتية ربما أسئلة تخص الأمر هذا ربما نقدر نجو نعم تابعنا صباحة اليوم خلال ربما كلمة وزير الماليزة قال أنه تم الإعلان عن مراجعة للأجور التي تشمل ملايين الموظفين ربما كيف يمكن اليوم لهذه الخطوة تؤثر على القدرة الشرائدة للمواطن خاصة في ظل ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية سيد زايري حقيقة الكل يعلم أنه منذ الكوفيد 19 ثم الحرب في أوكرانيا هناك رفع أسعار على مستوى العالم المنتجات العالمية في ارتفاع متزايد المنتجات خاصة الواسعة للاستهلاك فهي في ارتفاع متزايد لكن الأمر اللي حسبه المواطن وهو زيادة النفقات زيادة بما يسمى لترانسفير سوسيو يعني الاعتمادات المالية لدعم القدرة الشرائية للمواطن مما يخص دعم مباشر ودعم غير مباشر أعطيك مثال أنه مثلا في مدى السكر 100 مليار دينار وعيد 100 مليار دينار كدعم مباشر للمواطن في مدى السكر مادة زيت والحليب أعفوا مادة الحليب 100 مليار دينار ومادة زيت ومادة السكر معا 100 مليار دينار أيضا يعني هناك مئات عشرات المئات من الدنانير فهي تمثل دعم مباشر للمواطن بغض النظر على الدعم الغير مباشر في الكهرباء والطاقة التي تستهلك يوميا من طرف المواطن نعم في الشقة الاقتصادي سيد زيري تم رفع تجميد عن 982 مشروع مجمد منذ سنة 2014 يعني الأمر الذي يعد إيجابي أو خطوة إيجابية ربما ما هي القطاعات التي ستحظى بالأولوزة وكيف يساهم ذلك في تحفيز النمو الاقتصادي حقيقة هو في الحقيقة رفع التجميد بدأ من 2022 على المشاريع وكانت هناك الحكومة حكومة أيمن عبد الرحمن سابقا دائما عندما تعطى الأولوية بقوله الأولوية للأولوية يعني يرفع التجميد على الأولويات خاصة فيما يخص البنية التحتية وفيما يخص أيضا كل ما يخص المواطن الجزائري في الهضاب العليا في المدن الداخلية والمدن الساحلية نذكر على سبيل المثال بدأوا برفع التجميد على البرنامج الكبير وهو تحلية ماء البحر المستشفيات التعليم والتعليم الآلي والتكوين المهنية هذه كانت أولى الأولويات ثم جاءت في 2023 2024 والآن في سنة 2025 كم هائلت مشاريع وما زال ما زالت هناك مشاريع مجمدة وجميع النواب يطالبون برفع التجميد عليها لكن رفع التجميد يعني إعادة إعادة التقييم يعني مني كانت القيمة في 2015 2016 2017 عندما سجلت هذه المشاريع كانت بقيمة وزدت الأسعار كما ذكرت سابقا إذن رفع التجميد يمشي وحنا حبينا لك يعني سنة 2025 ننتهي من من رفع التجميد على المشاريع المسجلة سابقا لنبدأ بمشاريع جديدة طيب من النقاط الأخرى التي جاءت أيضا في قانون الماليزة تم والتي أعلن عنها صباحة اليوم وزير الماليزة وهذا استحداث 374 ألف منصب عمل جديد في القطاع العمومي سيد زايري يعد سؤال لما اسمع يعني قلت لك أنه من النقاط يعني دايما نتحدث عن الشق الاقتصادي يعني من النقاط التي تحدث أو تطرق إليها وزير الماليزة صباحة اليوم أيضا وهذا المتعلقة باستحداث أكثر من 370 ألف منصب شغل في القطاع العمومي الصوت سمحي لي الصوت ولا يسمح لي يبدو أنه المشاهد الصوت الرديع لا يسمع إذن سيد زايري قلت لك أنه في شق الاقتصادي دائما من النقاط التي تطرق إليها وزير الماليزة وهذا استحداث أكثر من 370 ألف منصب عمل جديد في القطاع العمومي يعني هذا ربما أيضا يعد نقطة جبزة هل أنت في الاستماع سيد زايري شكرا لك سيد حسن زايري اشتركوا في القناة